اشتركوا في القناة هذا في كلمة سعادة عضو مجلس الشورى خلال مشاركته في وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الندوة الإقليمية لعام 2024 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرلمانات البلدان النامية المنعقد في العاصمة الصينية بكين وأضاف دكتور هاني الساعتي أن مملكة البحرين ومنذ أمد بعيد تعيش بمنهج احترام التنوع الثقافي والفكري وتصصد لكافة أنواع التطرف والتعصب عاملة بقواعد ثابتة قائمة على العدل والمساواة ومنصوص عليها في الدستور والقانون البحريني اشتركوا في القناة